شهد وزير البترول طارق الملة جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر وقيمت بعنوان إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ضمت رؤساء ومسؤولي شركات أجنبية وخلال الجلسة أكد رؤساء ومسؤول الشركات أن مصر وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة بالإضافة إلى توسع في شبكة الطرق والمرافق وتعدلات في القوانين ونظم الترخيص لتشجيع السثمار وتيسير إجراءاته علاوة على وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين